المعهد هو في المستوى المطلوب الأستاذ الدكتوري يسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمد الفقري كلية طب قصر العيني جماعة القاهرة عضو الجامعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب مدير مستشفى نيورو سباين ضيف العزيزة الخيمة العلمية المتميزة والاسم الجراحي الكبير أستاذ دكتوري يسري الحميلي نورنا فندم وهذه الزيارة نسعت دائما بها شكل جدا الحقيقة عايز أبدأ بأنه كتير من الناس تتخوف من جراحات العمود الفقري وتخوفها يعني من القديم منطقي كان الناس تعتقد أنه هعمل عملية في العمود الفقري هخرج بمشاكل جمع نتيجة التدخلات الكبيرة الآن ظهر ترمي جراحي ومصطلح طبي مهم جدا اسمه جراحات محدودة التدخل عايز ألقي الدق على المنطقة الحقيقة طبعا فيه مثل بيقول الحاجة هي أم الاختراع لما كان العمود الفقري جراحاته صعبة جراحاته دقيقة جدا حساسة النتائج اللي بيطلع بيها المريض كانت دائما بتبقى دون المستوى هنا يعني انكبى البحث العلمي على أشياء كثيرة جدا استحدثت وعايز أقول أن جراح المخ والعصاب والعمود الفقري هم أكتر الناس اللي استفادوا من التكنولوجي دي حقيقة والمثل الأكبر اللي بسوقه دايما ان احنا أول ناس عملت عملية بريبوت أو الإنسان الآلي وبنسمى احنا بنستخدم التقنيات الحديثة دي لتطويع هذا المجال الصعب جدا للخروج بنتائج عالية جدا والإجراء عمليات كتير جدا كان من المستحيل إجراءها بالطرق التقليدية فبالتالي ما بقاش مسموح النهاردة ان احنا نشتغل بنفس الاسلوب والنظام والطريقة التقليدية وبالتالي العمليات النجحة ما بتتشافش قوي لكن بيتعرف الجراح ده جراح متميز من مرضاه فدائما بقول المريض ما تبصش للأمثلة السيئة بص الأمثلة الجيدة وبص للعينين اللي احنا بنعملهم العمليات بص للطفرة اللي احنا أحدثناها وأدخلناها في مصر من تطور علمي وتكنولوجي ومن تقدم بص النتائجنا في العمليات وعشان كده المريض اللي بيبقى جيني عن طريق مريض عامل عملية هو ده أكثر المرضى اللي بيستفيد لأنه بيسمع الكلام وبيطبق تعليمات بشكل مثالي عايز أقرب يعني إيه محدودة التدخل؟ محدودة التدخل هو أن احنا بنختصر الجراحة الكبيرة جدا اللي كانت فيها حاجات كتير جدا بتدمر التركيب الطبيعي للعمود الفقري لأن انت عشان تعمل عملية في العمود الفقري وتنجح انت محتاج حاجتين أنك تحقق الأهداف اللي العملية داخلت تعملها لو أنا هشيل غدروف هعمل تثبيت لفقرة هعمل توسيع للقناة العصبية هعمل استقصال ورم محتاج أعمل الحاجات دي كلها من غير ما غير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري ومن ثم لما نشوف عملية بالمنظر زي كده هنا الغدروف أهو احنا دخلنا من الفتحات الطبيعية اللي موجودة بين الفقرات وبعضها بآلة صغيرة جدا حجمها أقل من حجم العصب بتاعنا الطبيعي اللي هو واحد من العصب اللي بتشكل الضفيرة العصبية اللي عاملنا عصب اسم عرق الناسة ومن ثم لما بندخل من فتحة زي دي طبيعية موجودة احنا مشناش عظم ما فتحناش حاجة في العمود الفقري وبالتالي ما أحدثناش أي تغير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري هنا تبقى الجراحة محدودة التدخل محدودة التدخل في كونها لم تحدث أي تغيير في التركيب الطبيعي كإن عندي غرفة مقفولة وأنا دخلت فتحت بالمفتاح ودخلت عملت اللي أنا عايزه وقفلت الغرفة بالمفتاح طيب العمليات التقليدية كتبار عن إيه إن أنا بهد حيطة وادخل عشان أعمل اللي أنا عايزه أهد حيطة وادخل أعمل وأرجع بقى أبني الحيطة دي هابنيها هل هقدر هل هسيب أسار هل هدمر طبعا والفرق ما بين الاتنين كبير جدا جدا هقف قدام نقطة مهمة الجديد دايما الجراحات محدودة تدخل فيها جديد طبعا لأن هذا المجال يتطور ويتطور بسرعة والجراح المواكب للتطور ده بتبقى بالنسبة له الموضوع خطوات أنت خطوة استبدلت بخطوة بنبني عملية من كذا خطوة بناء على تجارب وخبرات واستحداثات بتطرق على العمليات النهاردة مثلا لما بنواصلوك مثال المريض اللي كان عنده هشاشة في الفقرات واتزحلق في الحمام وقعت كسر وبي عادة بيبقى سينه كبير عنده مشاكل في القلب عنده مشاكل كبيرة تدرش تديله حتى إبرة بنج الفقرة انهارت زي كده نتيجة إن المريض ده عنده هشاشة هتعمل إيه؟ علشان تعمل عملية وتثبت الفقرة دي معضلة كبيرة جدا المادة اللي هتثبت بيها هتفلت من مكانها النهاردة بنعمل إيه؟ زي ما انت شايف كده بندخل ببلونة ننفخ الفقرة والفراغ اللي تنفخ ده بنحط فيه مادة أسمنت عصبي بتتصلب في خلال ثلاث دقايق بتتحول من سائل إلى مادة صلبة أعدت تكوين الفقرة دون أن تضع مسامير ولا دعامات ولا شريحة ولا 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 والمرض ده الجميل إنه بيعمل عملية دي ببنج موضعي ويقدر يمشي على رجله بعد ما ينزل منعه على طربيسة العمليات فاستبدلت المريض اللي كان هينام في السرير ثلاث أو أربع شهور ويلبس حزام ويدخل يعمل عملية هتستغرق ثلاث أربع ساعات وممكن يطلع الرعاية المركزة بحاجة خطوة بسيطة جدا بمخدر موضعي هنا الفرق ما بين التكنولوجي ومواكبة التكنولوجي والفرق ما بين إن احنا نقف عند الحجر الصامت بتاع زمانه طيب وحضرك بتقولي الحكاية دي قدامي قضية مهمة القضية دي عبارة عن ثلاث طرق ثلاث طرق بب بنشوف إحنا في المجتمع الطبي الثلاث طرق دول كالآتي فيه ناس لا تتقن جراحات متقدمة في العمود الفقري ويتقن جزء معين وليكن المنظار مثلا وبيطوع كل حاجة لهذا المنظار بيقول إن أنا بعمل بيه كل شيء ده طريقة طريقة تاني لا يتقن الحداثة ولا يؤمن بالمنظار وعايز يعمل جراحات بالأسلوب التقليد الطريقة الثالثة اللي هو الطريقة القويم اللي هو بيتقن المفروض كل حاجة عايز حدك توضح للقضية دي المريض يعرف إزاي هو قدام مين هي طبعا أهم شيء في الموضوع منظومة المريض الطبيب والمستشفى طبيب من غير مستشفى متطورة متقدمة ولا حاجة وإنت تقدر تعرف إزاي أعرف الدكتور ده بيعمل عملياته فين إيه المستشفى اللي بيعمل فيها الإمكانات بتاعت المستشفى دي كل مكان الجراح عنده إمكانات وتولز يعني أدوات مساعدة كثيرة جدا كل مكان راجل لعيب زي ما بنقول كده يستخدم كل الحاجات دي لتطويع العملية يعني اللي يقدر يستخدم المنظار بطلاقة في العمود الفقري وفي المخ هيقدر يستخدم مع الميكروسكوب هيقدر تستخدم تقنيات الليزر هيقدر يستخدم الجراحات الملاحية كل ده إحنا بنتكلم عن حاجة واحدة الأساس فيها إن أنا يبقى عندي إمكانات أقدر أطوعها للعملية الجراحية ببقى عامل بالضبط زي مصمم الأزياء أنا أفصل فستان بلوزة أميس بشكل كويس جدا يتناسب مع طول ووزن والمريض واحتياجاته والفاشن والموضة هو ده الفرق ما بين واحد حديث وفرق ما بين واحد تقليدي ده الفرق ما بين واحد الناس بتاخد تجربه وشغله وتعممها وتعمل زيها ما أنت مصمم الأزياء لما بيعمل قطعة واحدة بيتتقلد وبيتعبل زيها كتير جدا النهاردة الجراحة المتبيز بيتقلد يعني أنا تلمزتي يجي يقولولي فلان بيعمل فلان بيقولوا إنه بيعمل زيك فلان إنه بدأ يغير في اسلوب جراحته ده حاجة كويسة جدا حاجة تسعدني إن أنا أعمم التجربة المفيدة وابقى مثل يحتزى في المجتمع اللي أنا فيه والنهاردة لما المريض بطل كتير جدا من المرضى يحتاجه إنه مسافروا للدول الأوروبية عشان بقت عندنا التكنولوجي والتقدم ده وبنشتغل وبنعمل الكلام اللي بيتعامل في أعرق الدول المتقدمة وبناخد الكلام ده نافذ بيه في المؤتمرات خارج مصر النهاردة معظم الإخوة العرب استفادوا كتير جدا من وجود التقنيات دي في مصر السؤال بقى يعني برضو العلمي هل هناك جراحات ما ينفعهاش حالات ما ينفعهاش جراحة محدود التداخل المفهوم لا يعمم لكن المفهوم يطبق بمعنى إن أنا ممكن العملية ككل ما تبقاش كلها محدودة التداخل لكن عندي خطوات لازم تبقى محدودة التداخل الإسلوب والطريقة بتاع الإنسان اللي بيستخدم التقنيات الحديثة بيفيد المريض إن ما فادوش في العملية ككل بيفيده في خطوة في خطوتين وزي ما بقول دايما إحنا دي كلها عندنا أدوات مساعدة أنا هستخدم إيه؟ المريض بتاعي محتاج إيه؟ لو المريض بتاعي محتاج كل الحاجات دي مع بعض أعملها له ليه لأ؟ ده كده إحنا مثلا في فيديو إزاي بندخل بالمنظر لأن برضو بعض الناس بيصعب عليها تفهم فكرة إنه يدخل عملية غضروب بالمنظر هو مش عارف يعني إيه غضروب مش عارف مكان الغضروب شكله إيه ووضعه شكله إيه يعني وعلشان يجي الأستاذ كبير يشرح له ممكن يبقى صعب عليه فإحنا بنساهل على الناس ده الغضروب اللي موجود ما بين الفقرات إحنا بنشيله قطعة قطعة زي ما أنت شايف كده بعد ما بنشيل الغضروب ده بنقدر نحط مكان هذا الغضروب وسيلة يقدر المريض ده يعتمد عليها في حياته الوسيلة دي بترجع الفقرات إلى مش هنقول سابق عادة قبل الإصابة بالانزلاق الغضروفي ولكن بتبقى وسيلة استعاضية الدعامة دي أهو بنحطها ما بين الفقرات عشان تحفظ المسافة ما بين الفقرات إلى الوضع الطبيعي والجسم يبدأ يعمل حركة محاكية أو مشابهة للحركة الطبيعية اللي بيعملها الغضروف الطبيعي قبل ما يحصل فيه انزلاق ودعمنا بدعمات ومسامير من الخلف مسامير متحركة ما هيش استاتيك يعني تقدر المريض ده يقدر يتحرك نوعا من الحركة الغير ضرة يعني هيتحرك هيقدر يوطي هيقدر يصلي هيقدر يسوق هيقدر يتعامل حتى لو بيلعب كرة وممكن ينزل يلعب كرة بهذا الشكل ما بقناش عندنا مريض فقط حاجة مهمة جدا هو ده المفهوم المفهوم إن كل حاجة عندنا ربنا عملها لنا غالية جدا قد ما نقدر نحافظ عليها بنحافظ عليها هنا مفهوم الجراحة محدودة التدخل محدودة التدخل الناس بتفهمها وبعض الناس المعادية للحديث ما فيه ناس ما بتعرفش تعملوا ما عندهاش إمكانات وهو كل اللي يمتلكه شقة وبيقعد المريض يتكلم ويعمل وبيروح في أي مستشفى على الأد عشان يوفر في الفلوس فيقول للمريض لا ده المنظر مش هينفع يعمل لك ده أصل الجراحة محدودة التدخل محدودة يعني مش هتعمل كل القطوات بالعكس دي بتعمل الأكتر من الجراحة العادية يعني الخطوات كلها بتتعمل دون أن نحدث أي عطب أو تلف في العمود الفقري هارجع للنقطة المهمة بقى للنقطة الربكة بين عند الناس فينهم ما بيعرفوش يفرقوا بين محدودة التدخل والجراحة الملاحية يعني دي بقى حاجة محتاجين نفهمها للمرضى لأنه أكيد كتير منهم هيجي نتكلموا عن محدودة التدخل وقولي يعني حدودك تعمل لي جراحة ملاحية أو العكس في معظم الجراحات محدودة للتدخل إحنا بنحتاج تقنية الجراحة الملاحية في المعظم اللي لم يكن الأغلب أو الكل للجراحة الملاحية دي هي عبارة عن إيه؟ زي ما شرحت قبل كده هو لو أنت عندك العربية فيها جهاز تتبع ما يسمى بالنفيجيتور وانت بإيدك زرار تدوس عليه تشغله وانت طالع رايح مشوارك هتشغله ولا مش هتشغله؟ أكيد هتشغله خصوصا لو كان الجهاز ده بيديك إحداثات الطريق الخريطة بيديك المرور شكله إيه في المكان ده وشكله إيه في المكان ده بيديك هتقدر توصل للمكان بتاعك في وقت قد إيه؟ ولو هتتأخر هتتأخر فين بالضبط؟ وبالتالي أنت معاك الإمكانات دي لو أنت ما بتستخدمهاش يبقى أنت بتضيع فرصة على المريض بتاعك جميلة جدا بالتالي لما حب أعمل جراحة محدودة التدخل يا حبزة لو أنا بستخدم الجراحة الملاحية إلا في حاجات بسيطة جدا لو أنا بعمل تسليق عصب أستخدم المنزار بس لو أنا بعمل يعني حاجة بسيطة جدا في فقرة ممكن أستخدم المنزار فقط دون الاحتياج إلى الجراحة الملاحية زي ما بقول هي برضو إمكانات إحنا هنا بنعمل استقصال غضروب بالمنزار لو أنا معايا الجراحة الملاحية بتطبق لي الصورة الواقعية الحالية اللي أنا شغال فيها على صورة الأشعة بتاعة المريض هتفيدني في إيه؟ إن أنا أتأكد تماما إن أنا شلت الغضروب بالكامل لم أترك أي شيء وأتأكد تماما إن أنا عندي فرق ما بين العملية اللي عملتها نتيجة العملية هتبلي في وقتها إنه يبلي شكل وتركيبة العمود الفقري بعد استقصال الغضروب وشكله قبل ما أستقصال الغضروب وهقدر أعرف الفرق ما بين الاتنين وأنا موجود والمريض معايا في طرابيسة العمليات يبقى بالتالي كأنني عملت أشعة للمريض ده أتأكد منها إن أنا عملت اللازم في العملية بتاعتي هنا سؤال ذاكي الإنزلاخ الغضروفي عموما العنقي تحديدا في السؤال هل لابد أن كل إنزلاخ الغضروفي وعالك بجراحة؟ لا طبعا إحنا 85% من الحالات ما بتحتاجش جراحة بس فين بقى المريض اللي بيجيلك بدري المشكلة دي في ملعب المريض اتأخر على ما يجيه قعد لحد ما حصلت مضاعفات قعد لما بقت فيه مشاكل أو بيروح له دكتور غير متخصص أو بيروح له دكتور ويكتفي برجلتة علاج أو مسكنات وما بيعملش أشعات تقول إحنا عندنا إيه فنقدر نعالجه في مرحلة مبكرة لكن عندما يتم تشخيص الغضروف كمرحلة أولى 80% إلى 85% بيتم علاجه وعلاج تحفظي طب المريض اللي جاه بعد المشكلة دي ما حصلت بعد بقى فيه مضاعفات تنميل في الإيدين ألم بطولة زراع تنميل في الرجلين ضعف في عضلة إيده بتترعش لما يمسك الكوباية بدأ يحس إن رجله بتخص لما بيلبس الشراب يلاقي فرق ما بين الرجل دي والرجل دي أو في إيده يحس إن فيه إيد أضعف من التانية فيه ألم بدأ يجي بين الكتفين هنا بقى أنت هتعمل أشعة هتلاقي غضروف طالع ضاغط على الحبل الشوكي مشكلة الغضروف العنقي إن فيه حبل شوكي عصبي هو وصلة الحياة ما بين المخ وما بين الجسم كله في كل الأعصاب بتاعت كل حاجة وواحد يجي يقول لي يا دكتور أنا عندي تنميل في رجلي أقول له فيه غضروف عنقي بعد التشخيص والأشعات معقولة هو الغضروف العنقي يعمل تنميل في الرجل إيه جاب الرجل للرقبة الناس بتنسى إن ده العضو الأساسي اللي جايب كل الهمزة الوصل ما بين المخ والجسم هو الحبل الشوكي العصبي بيمر في الفقرات العنقية الكلامة النهاردة في الجراحات محدودة التداخل الجراحة الملاحية الجراحة بالمايكروسكوب الجراحة بالمنظر خلت عمليات الانزلاق الغضروفي العنقي حاجة جميلة جداً جداً وخصوصاً لما كمان بيبقى المريض جاي في وقت مبكر ونقدر نشير غضروف ونحط غضروف صناعي هنا بقى بالمريض بيرجع يعمل كل حاجة كل حاجة كل حاجة وفي خلال ساعات بعد العملية فالتكنولوجي هنا ادينا طفرة كبيرة جداً بدأ المكانة العملية بتتعمل من الخلف لا بنعملها من قدام بدأ المكانة العملية فيها جرح كبير وغرز وقوة مفيش غرز خالص بدأ للعملية مكان بيتعامل فيها مع غضروف أو اتنين على أكثر تقدير بنقدر نعمل لحد خمس فقرات المريض اللي بيفقد الغضروف ما بقتش مشكلة بقى فيه غضروف صناعي بيركب مكان الغضروف أهم من هذا كله إن المريض ده بيطلع أول ما يفوق البنج يقدر يحرك رقبته آه يقدر يقدر يقف على رجل ويمشي يقدر يقدر يوط ويصلي آه يقدر ما بيحتاجش يلبس حتى رقبة تسند الفقرات لإن إحنا مش محتاجيني الكلام ده لما بنبص هنا الآلات دي مكبرة بشكل كبير جداً يعني لو شوف حجب الفقرات نفسها كبيرة فلما بندخل بندخل بآلات دقيقة جداً من فتحة صغيرة قوي كلها آلات مايكروسكوبية بنعمل إيه بنشيل الغضروف وبنعمل مكان زي بيت نحط فيه الغضروف الصناعي علشان يبقى راكب سيكيورد ما نحتاجش بقى نحط رقبة ولا المريض ده لو تانا رقبته هيحصل حاجة ولا الكلام ده والأجمل من هذا كله إن المريض ده بالعملية اللي زي دي حفظنا على الغضاريف في الفقرات المجاورة لإن أنا لما هعمل الغضروف ده وحط غضروف صناعي هيخلي الفقرة دي رجعت تتحرك بـ 85 إلى 90% من حركتها الطبيعية وبالتالي مش هيبقى فيه حركة على الفقرات المجاورة زائدة زي ما هيبقى في الجراحات التقليدية وبالتالي المريض ده مش هيعرض الفقرة اللي تعامل فيها الغضروف دي مستحيل يرجع فيها الغضروف والفقرات اللي فوقها واللي تحتها كمان أنا حامتها بالعملية اللطيفة دي اللي أنا حطت فيها غضروف صناعي يركب مكان الغضروف اللي تشال ورجعت المريض ده بيعمل بقى كل حاجة هيوطي يصلي من أول يوم ويزبط في الأرض هيوطي يصلي هيسوق عربيته هيسوق عربيته هيوطي على المكتب هيعمل كل حاجة وبالتالي إحنا هنا العلم خدمنا في هذه الجزئية هنحط حاجة مكان الغضروف اللي بز ومش بس كده ده 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 مش محتاجين بقى ننام ونقعد خايفين ونعمل لا 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 هنعمل عمليتنا وهنخرج نتحرك فوراً ونقدر نخرج من المستشفى في نفس اليوم على أكثر تقضير تاني يوم هنقدر نرجع لشغلنا في غضون اسبوع نبقى قديم بنشتغل ونعمل كل حاجة ده الجزء القديم أو التركيبة القديمة من الغضروف في أحدث من هذا بكثير جداً مبنستخدمش فيها مسامير ولا 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 بشكل أضق وأكثر حرفية عن زمن كذلك عظيم عندي بقى سؤال بما أن احنا كلمنا عن عنقى لازم الشارع يسأل عن القطنة يعني لازم يسأل عن القطنة وخصوصاً أن فيه يعني رابكة عند كثير من الناس فيه مفهوم معين رغم أن احنا بنحاول نوضحه بس تعالوا اسمنا على السؤال عشان نشوفوا الربكة فين بالضبط اسمعوا معنا أنا بس كمان عايزة استفسر عن العرق النساء والانزلاق الغدروفي وإيه الفرق ما بينهم وعرف إمتى لما يجيلي الحاجة دي ده عرق النساء أعرف من إيه لما يجيلي الحاجة دي ده انزلاق الغدروفي وهل كل العمليات لازم فتح وعمليات والكلام ده كله ولا فيه تقنيات أحدث بالمنظار والكلام ده الجزء الثاني من سؤالك جاوبنا عليه اللي هو الجرحات محدودة للتدع ضحية الجزء الأول ليه زي ما نقول لك في الثقافة ناس بترتبك مش عارفيني أن الانزلاق الغدروفي ممكن يعبر عن نفسه بصورة تعريق النساء لأنه هو عرق النساء اسم عرق النساء ده عصب بطول الرجل من الخلف بيبقى مجموعة من الكابلات العصبية المجمعة ممكن انزلاق غدروفي يضغط على واحد من دول فيعمل ألم بطول العصب ممكن أكثر من غدروفي أو ديء أو خشونة يضغط على عصبين منه أو ثلاثة أو على الضفيرة كلها يعمل لنا ألم بطول الرجل اللي بنسميه عرق النساء ومش كل ألم عرق النساء هيبقى معاه انزلاق غدروفي لا ممكن في بعض حالات يبقى فيه ألم في عرق النساء دون أن يكون هناك انزلاق غدروفي فالعرق النساء ده حيات كتير جدا ممكن تسبب له ألم غير الانزلاق غدروفي هل يعني الأدوار الخاصة أو التي ظهرت للتكنولوجيا جعلت الاحتماد على مهارة الجراح أقل أم أكبر بالعكس الجراح اللي يجري هذه الجراحات لابد أن يكون جراح شاطر جدا 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 ودايما إحنا بتيجي استخدام أو تعلم مثل هذه التقنيات إزاي كان فيه عالم في الطبيعة كلنا عارفينه بيقول نظرية الانتخاب أن الطبيعة بتنتخد يعني إيه بتنتخد يعني لما يبقى عندي ميت واحد ضعيف فالمية دول عندي ميت واحد ميت فرد فيهم عشر أقوياء وتسعين ضعيف اللي هيبقى ويتكاثر ويتناسل العشر أقوياء الجراحين اللي بيقدروا يشتغلوا في المجال الحديث ومحدود التدخل لابد أن يكون من أمهر الجراحين اللي بتكونوا الجراحات التقليدية عشان يصل إلى ما يسمى بالهرم التعليمي قمة الهرم قمة الهرم التعليمي في العمليات أن أنا أوصل إلى أن أنا أبقى ماسترينج يعني بعرف أعمل كل حاجة في التقنيات القديمة التقليدية وأرتقي أن أنا أتعلم الحديث ومن ثم أشتر جراح في العمليات هو الجراح اللي بيستخدم التقنيات الحديثة لأنه يقدر بمنتهى البساطة يعمل التقنيات الغير حديثة والبدائية والبسيطة وعشان يتعلم الحديث لازم يبعارف الحاجات التقليدية دي بطلاقة شديدة جدا فمفهوم الناس اللي بتيجي تقول أنت بتعمل لي عملية بالمنظر عشان مش عايز تعمل عملية تقليدية هو أنت بتعارف تعمل عمليات تقليدية لا أنا ما بستسهلش أنا باختار الصعب لإني أتقنت الصعب والأصعب فبعمل لك الصعب علي أنا أنا أوي لكن سهل لك أنت أوي 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 ونتيجه أكيد لك أنت أحسن بكتير أوي أوي وإيه اللي ما كانش ده يبقى مصاف وده رقم واحد في الدول المتقدمة حتى لما بتسافر الدول المتقدمة عشان تعمل عملية انزلاغ دروفي مش كل الدول عندها ناس بتعمل عمليات بالمنظر والمايكروسكوب والجراحة الملاحية والدول المتقدمة مش كل الجراحين فيها ودي معلومة يمكن ناس ما تعرفهاش مش كل الناس فيها بتعمل بالطريقة دي برضو عندهم مشاهير وبرضو عندهم أسماء كبيرة لامعة بتعمل الكلام ده وهي اللي منوت بيها التطور في مثل هذا المجال خلي بالكم من جسمكم خلي بالكم من عمودكم الفقري وما تتحوروش وعرفوا أن الستر الرصيد الستر رصيد يعني كل ما ساعتك هتسوق أسرع كل ما ساعتك هتتحور تعمل غرز تركب متسكل من غير متاء بتكون يعني وبسرعة عالية ركوب المتسكل في حد ذاته ده تهور يعني المتسكل في حد ذاته اللي في رأيي ده تهور ده رأيي الشخص يعني كل ما هتسحب من رصيدك من الستر ربنا سبحانه وتعالى هتطلق رصيد على حسب أعمالك برضو من الستر كل ما تسحب يعني ولذلك لما تشوفوا بعض الحوادث يعني ده ستر ده كان هيروح ده ستر اهو ده فلت ده عنده رصيد رائع من الستر ده شوف بص ده 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 يعني الواقف العربية ده فلت ده برضو نزله رصيد من الستر كل ده رصيد من الستر ما هو فيه مثل بيقول ايه اهو ده لا تلحق ده ده كرايح ينتحر ده مش ده ده تلحق يعني دول كلهم ربنا سترع معاه المعيز دي كله فيه مثل بيقول مش كل مرة هتصل من جره اه بص ده ده يعني ده ده امه ده عياله ده اللواقف ده هو واقف يعني ولا بي ولا عليه وفجأة خد باله مشي مشي زهان من الحياة من حاجة عارف انه بص ده هو زعلان من عاجة خبطته برجله دي 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 لوحدها تحتاج الى نحن نقف قدام الرضا انت صحيح صحيح ده حقيقة يعني دايما بنقول كل ما انت اخدت بالاسباب كل ما ربنا يسر لك الامور ومش يعني الحياة مش همايوني عيب المصرين عندنا احنا شعب زكي جدا شعب لماح شعب قوي لكن عيبنا ان احنا حاجات كتير جدا بناخدها همايوني وانا اعتمد على مظلة السدر فيه اسباب لا بد ان تؤخذ فيه اسباب ربنا بيهيئها لمن يكتهد لمن يكتهد بيساعد كتير جدا وده الحقيقة احنا بنلمسه عايز اقولك ان فيه عمليات جراحية في المخ مثلا وهو الواحد بيشتغلها من كتر ما بتبقى العملية معقدة وصعبة بيبقى في لحظة كده يتمنى انه هو ما كانش يبقى موجود اساسا ليه انت بتشيل بتبقى على عاطقك مسئولية كبيرة جدا لكن بيجي ايه بيجي فرج عظيم جدا من عند ربنا وحقيقة انا بيقولش الكلام ده للإعلام انا بقوله فعلا ان لله تعالى الفضل الاكبر والحمد في انه هو بيصنع من الانسان حاجة كويسة اذا اكتهد انت نورتنا وانا حقيقة بلمس نعمة ربنا في كل حاجة ربنا ادهالي الحمد لله انت نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بهذا الحوار الممتع جدا المتنوع ما بين الحديث في الجراحات محدودك التدخل مرورا بالجراحات الملاحية وذهبنا على الغضروف العقني وعرجنا على الغضروف القطني والنساء وألم ننسى وعطينا لجراحات البخ والغدن نخميح حقها من العطاء فهرس رائع واداء متميز للغاية واسعدتني سعادة كبيرة شكرا نشكرين على الزيارة دكتوريو شكرا ضعيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة رسول دكتوريو سرحي مريكان في الدكتور رجل قديم وما تكتوريو